طبعا عندنا حالات خاصة لتطبيق قانون نيوتن للزوجة وهي المساحات الدائرية والمخروطية قضية مهمة جدا لازم ننتبه لها ونميزها من تجينا بالمسائل هي المساحات الدائرية والمخروطية نكتب هنا ملاحظة أنه القوة التي يحسبها قانون نيوتن للزوجة على المساحات الدائرية والمخروطية تحسب بالتكامل نعيد القوة التي نحسبها من خلال قانون نيوتن للزوجة وهي قوة الإعاقة التي يولدها الماء نتيجة للزوجة على الأجسام المتحركة الملاسقة له لحالتي الدوائر والأجسام أو السطوح المخروطية تحسب القوة بالتكامل طبعا توضيح هذا نقدر نوضحه بشكل بسيط جدا من خلال هذا المخطط من نحتينا عن المثال السابق يا شباب فيما يخص الأسطوانة إن كانت الأسطوانة داخل وعاء أسطواني قلنا هناك مساحتين راح تعاني من احتكاك وبالتالي تتولد عليها قوة نتيجة للزوجة وين دني المساحتين؟ المساحة السطحية الخارجية إلها ومساحة قاعدتها المساحة السطحية الخارجية ما قلنا إنه تنحل بالتكامل لكن مساحة القاعدة من تجي تحسب عليها القوة مثل ما هسأ أشارنا هذا الشيء الخاص بالحالات الخاصة إنه يجب أن تحسب بالتكامل ليش؟ يقال إنه في مساحة سطحية لأسطوانة مثل هاي أينما أخذت شريحة راح تكون الشراح متساوية بالمساحة وبالشكل وبكل شيء وبالتالي لهكذا مساحات ما يحتاج أن يشتغل بالتكامل بينما المساحات الدائرية اللي من بينها قاعدة هاي الأسطوانة لو تجي تأخذ إليمنت بالدائرة اللي هو شريط هل الشريط هذا هو نفسه وين ما أخذته؟ قطعا لا شوف هذا الشريط اللي هو الأقرب للمركز يختلف كليا عن هذا الشريط الأبعاد وهكذا عن باقي الأشرطة وبالتالي إذن من تجي تأخذ أليمنت في دائرة هاي الأليمنت عفوا تختلف حسب الموقع هو شنو اللي يختلف بها تحديدا مساحتها فإذا اختلفت المساحة اختلفت القوة الناتجة عن اللزوجة حسب قانون نيوتن للزوجة لأن القوة إلها علاقة بالمساحة معنى هذا شنو؟ معنى هذا أنه القوة اللي راح تنشأ على مساحة دائرية هي تختلف من مكان لآخر بينما القوة اللي راح تنشأ على سطح هذا المحيط المساحة السطحية الخارجية اللي استوانا لا القوة اللي راح تصير على هذا الشريط هي نفسها على شريط أسفل منه ونفسها على شريط أعلى منه لأنه الأشرطة متساوية في المساحات فبالتالي قالوا هي شي مساحات ما يحتاج لها تكامل لكن هي شي مساحات دائرية كانت أو مخروطية أيضا المخروط فعلا لو تأخذ به شريحة الشريحة تختلف من مكان لآخر من موقع لآخر فهنانا يحتاج أنه نحسب القوة بالتكامل شلون نحسبها بالتكامل؟ كأنه ده نحسب القوة على شريط ونكاملها على باقي مساحة الدائرة حتى نطلع القوة الكلية الاشتقاغ موجود هنا يا شباب مساحة شريط بالدائرة شون نطلع احنا يا أخوان؟ يعني إذا كان هذا مركز الدائرة فالشريط راح نفرضه يبعد R small عن المركز وسمك الشريط DR دائرة نصف قطرها R capital إذا أخذنا بها element اللي هو راح تكون عبارة عن شريط راح نفترض أنه الشريط هذا يبعد عن المركز R small وسمك DR جد مساحة الشريط الآن يا شباب هذا الشريط مجرد فتحناه ووضعناه لكم إياه هنا الشريط من فتحه يصير عبارة عن مستطيل طوله هو محيط الشريط اللي هو القطر في النسبة الثابتة 2xR وعرضه هو سمك الشريط اللي هو DR إذا مساحة هذا الشريط جد يا شباب 2xR DR اللي سمناها شنو يا أخوان؟ The Area The Area إذن The Area بالنسبة لهذه المساحة الدائرية هي 2Pr DR هنا إذن إش راح نطلع إحنا؟ راح نطلع The Force يعني القوة على الـ Element القوة على الشريحة حسب قانون نيوتن القوة شى الساوي الميو في ال V على ال H في ال D area ما ننسى هذا قانون نيوتن بدل ما أقول ال area قلت D area إذن صارت عدي ال D force هي الميو في ال V على ال H 2πR DR طبعا ومدام أن دا تعمل مع دوران فال V هي عبارة عن Omega R راح عاوضها بدلالة ما يساويها صار عندي إذن ال Total force اللي نريد نحسبها راح تحسب By Integration لل D force وبالتالي فهي ال Integration من 0 to R Capital لكل المساحة لكل الدائرة إلى الميو وميغا R على ال H 2πR DR وهذا تكامل بالنسبة إلى ال R يا شباب طبعا كل الباقات راح يكونن ثوابت يعني الميو والأوميغا وال H وال 2π كلهم راح يترعون خارج القوس خارج عفوا التكامل والتكامل راح يكون لل R سكوار DR من 0 2R شن اللي صار هسا هنا يا شباب حسبنا القوة الكلية اللي عاقة اللي نذجة 8 من حركة القاعدة اللي هي هاي المساحة الدائرية منتحركت وكان اكو زيت ملتسق بيها ولد عليها الزيت قوة مقدارها Total F اللي هي حسبناها بالتكامل هذه قضية التكامل ما ننسي هي حالة خاصة لحساب القوة وطبعا حسبناها ايضا بقانوني نيوتن لكن فقط هنانا حسبنا بالتكامل ليش لان هاي مساحات خاصة نذكر شنو شنو الدائرة والمخروض انتهت الخواص اللي هنا يا شباب ما عدا بقد عدنا يعني معلومتين نضيفهم على هذا الفصل حتى ننهي المعلومة اللي هي موجود في مصادر كثيرة انه الموانع لها تصنيف شهير يصنفها الى نيوتينيان وناني نيوتينيان فلويد هذا التعريف او هذا التصنيف يا شباب انت بالنسبة لك يعني ما مطلوب عندك شيء فقط انه تفهم ماذا نقصد بالنيوتينيان وماذا نقصد بالناني نيوتينيان فلويد بشكل مبسط يا شباب كل ماع تنطبق عليه او ينطبق عليه قانون نيوتين للزوجة نقول هو نيوتينيان فلويد نيوتينيان فلويد اما بعض الموائع اللي ما ينطبق عليها قانون نيوتينيان يعني ما نقدر نستخدمها لحساب القوة نسميها ناني نيوتينيان شنو هي المواعع اللي ما ينطبق عليها قانون نيوتن وبالتالي نسميها نانو نيوتنيا وبالتالي إذن يرادلها قوانين أخرى لحساب راتفعلها بعض الموانع اللي سلوكها غير ثابت يا شباب أضرب لك مثل بسيط مادة القير هي مائع نعم مائع لكن هي تحاط ضمن خانة النانو نيوتنيا ليش؟ لأنه القير بين لحظة وأخرى يتحول من سائل إلى صلب تحول حاد جدا يعني فعلا القير فقط أن يبرد بشكل بسيط يتحول إلى صلب وبالتالي إذن سلوكها غير ثابت لزوجته غير ثابتة تتغير بشكل حاد وكبير فهكذا موانع ومنها بعض أنواع البلاستيك أيضا هكذا موانع تسمى موانع غير نيوتنية أو نانو نيوتنية يعني ما أقدر أحسب رد فعلها بالاعتماد على قانون نيوتن اللي مر طبعا إحنا في هذه المرحلة ما عدنا هكذا لا يعني ما رح أحسب لدينا تعامل مع هكذا موانع تعاملنا كله رح يكون مع نيوتنية لكن بالنسبة إنا كمهندس لازم نعرف شن نيوتنية وشن نن نيوتنية إذن أنا بالنسبة إلي لحدود هاي المرحلة علي أن أعرف إذا ذكر أو وردة هاي المعلومة أنه هذا المائع نن نيوتنية رح أقول يا بترى قوانيني في هذه المرحلة تفشل ما أقدر أحسب القوة مالت بقانون نيوتن للزوجة هذا إلى قوانين الخاصة اللي احنا الآن ما مطالبين بها أما الخاصية الأخيرة اللي راح ننهي به هذا الفصل هي اللي يمكن نبهتكم عليها قبل شوية هي الكينماتيك فيسكوسيتي اللزوجة لها نوعين لزوجة ديناميكية أو اللزوجة تسمى الحركية واللزوجة الكينماتيكية أو تسمى باللزوجة الداخلية هذه ما بها لا اشتقاق ولا فشيء جديد مجرد أنه رمزها هو نيو هاي بالنون يا شباب نيو هذا الرمز اللاتيني وهي تساوي الميو اللي شفناها لزوجة ديناميكية على الكثافة فهنانا إذن هذا ما راح يفرض علينا يفرض علينا شيء واحد فقط بالسؤال لازم ننتبه اللي داخله بقانون نيوتن هي الميو فخافي انطينا بالسؤال النيو لازم ننتبه نضربها بالكثافة يا الله نستخدمها إذن النيو هي اللزوجة الكينماتيكية أو ما تسمى باللزوجة الكامنة والميو هي اللزوجة الديناميكية واللي هي دخلت في قانون نيوتن لللزوجة إذن فيما يخص الكينماتيك في سكوسة علينا أن نعرف القانون فقط وننتبه أنه اللي دخلت في قانون نيوتن هي الميو وأخيرا يعني لجب أن نعرف علاقة درجة الحرارة والضغط باللزوجة هذه معلومة راح تحكون عنها بالتفصيل بالمختبر إن شاء الله فيما يخص الغازات والسوائل غاز أند لكويد إذا زاد الضغط زادت اللزوجة طبعا وتسمول يعني زيادة بسيطة إذن علاقة الضغط باللزوجة علاقة تردية كلما زاد الضغط زادت اللزوجة وإن كان الزيادة بسيطة أما فيما يخص التمبرتشر فالعلاقة غير ثابتة يعني فيما يخص الضغط العلاقة ثابتة للسوائل والغازات فيما يخص التمبرتشر يعني درجة الحرارة يقال أن الغاز بزيادة درجة حرارتها تزود لزوجته والعكس بالعكس فيما يخص السوائل السوائل إذا زادت درجة حرارتها تقل لزوجتها هذا بالحالة العملية كلنا نرسolonها وعادة الشباب يوجدون ان سيارات تعرف انه اذا زادت درجة حرارة الزيت في المحرك تقل لزوجتي وبالتالي تقل كفاءته وفعلا نقول كلنا المنستخدمين السيارات اذا حمت السيارة احتمال يقوم المحرك لانه اذا حمت السيارة زادت درجة حرارتها زادت درجة حرارة الزيت قلت لزوجتي قلت كفاءته صار الاحتكاك أن الأجزاء الميكانية تحتك مع بعضها وتتلف فبالتالي إذن علاقة اللزوجة بدرجة الحرارة فيما يخص السوائل علاقة عكسية يأتي السؤال هنا ليش إذا زادت درجة الحرارة بالعكس إلا أن الغاز تزيد الحقيقة التبرير هو إذا زادت درجة الحرارة تزيد الطاقة الحركية لجزيئات الغاز وتصادم مع بعضها فتزداد لزوجتها يعني عكس ما يحصل مع السائل تماما ترجمة نانسي قنع